بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطلاب العزاء اليوم بيكون معنا محاضرة في مادة التركيبات الثابتة سنتكلم فيها على موضوع اسمه PONTIC أو ما تسمى في اللغة العربية الدمية ال PONTIC ما هو تعريف ال PONTIC احنا اخذنا في المحاضرات السابقة تكلمنا عن التركيبات الثابتة وتكلمنا ان تكون عن التركيبات الثابتة تنقسم الى CROWNS تلبسات وبرج ما هو البرج البرج انه متى ما جالك patient وعنده سنة مخلوعة واضطرينا انه حضر السن اللي قبله واللي بعده وبعدين دينا فعنا impressions لعند الفني وعملنا له طبعة المريض والفني سوى لك هذا الجسر هيكون عندك سن معلق ما بين الريتينرز اذا ما هو تعريف ال PONTIC ال PONTIC عبارة عن artificial teeth البرج انه يجي عندك العيادة سواء طلب برج في الامام او تطلب عندك برج في الخلف بيكون عنده متطلب يا اما يقول لك يا اما على شأن الشكل الجمالي يعوض لهذا السن المخلوع او يتطلب منك تعوضه هذا السن المخلوع على شأن الوظيفة اللي هو المضع انت لما بتعمل برج بهذا الشكل سواء في الادرس او في الانتيرر تيث بتعوض مكان السن المخلوع بحاجة في منظومة البرج يسموها ال PONTIC او الدماء باللغة العربية اذا عبارة عن artificial teeth في منظومة fixed partial dentures او fixed BD it will replace missing natural teeth حيث هو بيعوض لك مكان السن الطبيعي من ناحية الوظيفة او الشكل الجمالي طيب ال PONTIC لما تحدث عنه في هذه المحاضرة سوف اتحدث عنه من منظورين اين هو ال PONTIC في هذه الصورة سيكون في هذا اللي هو LOWER 6 LOWER 5 وال 7 اللي هو بيكون هنا في منظومة البرج يسموهم الرتينر لكن ال 6 هنا عندي هو ال PONTIC طيب ال PONTIC هذا بيكون عنده occlusal surface وفي عندي هنا اللي هو يسمو cervical part يسموه tissue surface في هذا الصلاة يتكلم بشكل سريع على occlusal surface طبعا ال PONTIC هنشوف في اخر محاضرة حيكون معنا عدة classification عدة انواع هذه الانواع او هذه التصنيفات بيكون على حسب Tissue surface لكن انا لما اتكلم على occlusal surface هي موحدة لجميع الانواع occlusal surface اكيد كلكم ستجاوبوني كيف تتمنى انا كدكتور اسنان كيف يتمنى مريضك هيكون occlusal surface لل PONTIC للسن المخلوع اللي حيكون في منظومة البرج يتمنى يكون reasonable أو يشبه occlusal surface of the teeth it replaced لازم يكون يشبه السن اللي انخلع السن اللي خلع عندي هو lower 6 وعملت له برج الآن يتمنى البيشن وانا اتمنى من وراء يكون عندي occlusal surface نفس السن الطبيعي علشان ليش بدت في الخلفية أو حتى في الأمام علشان يكون عنده وظيفة occlusal function يكون عنده نفس الاطباق ما كان عليه سالفا لانه لو كان occlusal surface flat ويكون عندي ما فيش عندي التضاريس اللي زينا ما احنا شايفيننا هنا في البونتك مش هيكون عندي serve the same occlusal function مش هيكون يخدم معايا نفس الخدمة السابقة للإسنان الطبيعي اللي انخلع هذا بالنسب occlusal surface للبونتك طيب لو هتكلمنا على البرينسبولز حقي قبل ما تكلم على tissue surface للبونتك عشان نفهمها ما هي المبادئ الأساسية أو دليلك في المبادئ الأساسية في عملية tissue service أنا أتمنى كدكتور الذي أتحمل مسؤولية أن يكون عندي البونتك يكون عنده ثلاث مبادئ أساسية أتمنى يكون عنده صفة cleanability قابل للتنظيف ما يجمعش البلاك بهذا الشكل هنتكلم عنه بالتفصيل كيف أتمنى يكون عنده appearance شكل جمالي حل يكاد يكون زي طبيعي وتخيل وشوفوا هذا بريج كيف أتمنى أخيرا أن يكون عنده strength يكون عنده قوة عالية وقدرة أنه يتحمل الأكلوزل فرسوان أو بايتينغز أثناء المضغ في الأمام أو في الخلف أتمنى هذه الثلاث المتطلبات الأساسية دعونا نتكلم عن المتطلب الأول تفصيل أكثر طبعا لازلت أتكلم عن principles هذه أكيد ستكون أغلبها على tissue surface البونتيك اللي بتشوفه قدامكم هنا في رج surface أو tissue surface لازم يكون cleansable as possible قابل التنظيف أكيد أي بيشنت هيلبس بريج بيكون عنده مشكلة أنه ممكن يتجمع عنده البلاك زي زي سنة طبيعي بس هنا بيكون إذا البونتيك غير مصمم بشكل كويس وحل تكلم هذه ضمن التصنيفات الموجودة عندنا في الجانب الطبي أنا لا أتمنى يكون عندي البونتيك اللي أنا صممته للبيشنت يكون عنده تجمع للبلاك بشكل أكثر أتمنى البونتيك هذا يقابل للتنظيف كيف هذه عن طريق أنه لازم يكون عندي زي ما تشايف هذا البونتيك It should be It must be It must be smooth ناعم highly polished and glazed يعني الفن بعد ما يسوي ها بهذا الشكل smooth لازم ينعم ها ويعملها طبقة الغليز التي تعرف ها بالفرشاء بهذا التكنيك الحديث ما هو الغليز زي ما عرفنا العام الماضي في أحد المحاضرات الغليز هي طبقة لما تساعد على عدم تجمع بقايا الأكل تجمع بقايا الصبغات تجمع بقايا البكتيريا في ويكون ما يكونش فيه زي ما أنتم شايفين في التركيبة هذه ما يكونش فيه اتحاد لعدة مواد ملاحظين هنا طبعا هذه خزف مع معدن هنا خزف مع معدن هنا حاول يا دكتور ما تخليش فيها أي معدن أو أي اتحاد لأي طبقة معدنية مع الخزف في المكان الملامس اللثة لأنه مع الأسف أشهدت فيه بعض الفنين يخلي هذا المكان فيه شوية معدن طب لو بقي هذا المكان في معدن وحوال وخزف في المكان اللي حيلامس اللثة هيكون أكيد هنشوف هنا في الصورة هنا هيكون هنا شوف هذا الصورة خزف سواء انتيريير سواء بستيريير لما يكون هنا خزف يكون أكيد غليز لما لكن لو بقي هنا معدن تخيلوا معايا المعدن ومتدة إلى هذا المنطقة هيكون هنا خزف وهنا معدن هيكون هنا في عندي رفنس أو خشونة فإذا بقي عندي خزف متحد مع معدن في هذا المكان هيكون عندي خشونة وبالتالي حيتجمع عندك البكتيريا وبقايا الأكبر والفضلات وكذا هنا عرفت الفكرة الأساسية اللي بيكون عندي إذن لو عندي تركيبة بهذا الشكل متعد السيراميك لو في الأكلوزل ما فيش مانع أوكي على شكل الجمالي لكن الله والله في عندي مانع هنا في عندي مانع أنه لو خليت المعدن على الخزف في التشو سيرفيس أو في الرجل سيرفيس لأنه بيكون عندي مش مكان قابل للتنظيف إذن لازم يكون أي اتحاد تو متريلز أو شوف هنا اتحاد بس خليك بعيد من التشو بالضبط الملامس طيب هذا المتطلبات البونتك أنه إذا ظهر البونتك يعني إذا جالي بيشن بذات في الأمام أنا أتكلم على الأسنة الأمامية إذا جالك البينتك يبتسم ابتسامة عريضة وظهر معاك الثال لينك ظهر الطول كله حق البونتك لازم يبان كأنه السن طبيعي زي ما أنتم شايفين بالصورة هنا لأن في ناس صح والله محظوظين وعمل بريج ولما يعني حتى لو ابتسم يظهر معاك ثلثين الطول حق البونتك لكن المكان في هذا المكان كان ظهر المعدن أو ما كان ش حل أو ما كان ش جميل أوكي لكن إذا ظهر إذا كان عنده البونتك كله ظهر طول لازم يكون نفس شكل السن الطبيعي هذا من نسبة للأبيرانس إذا بقى لآخر متطلب اللي وسترينغ هذه الصورة لماذا أنا جبتها طبعا لما بيكون معك هذا البرج تعيد في عندي هنا الفور والفايف وعندي هنا السيكس والثري في هذا منظومة البرج قل لازم يكون البرج عنده وستاند أقلوز الفورس طبعا لما بيحصل الضغط من الفور والفايف اللي فوق لو افترضنا على هذا الفور والفايف اللي تحت لازم يكون البونتك مصممة بحيث أنه يتحمل الضغط اللي فوق ما يتكسر معايا في منطقة الكنكترز المنطقة اللي هنا طيب كيف كيف كنا أتحصل يعني بس العلم كيف أتحصل على البونتك يكون عنده سترنك ثعالي أتحصل على سترنك ثعالي الكنكترز اللي هنا اللي يقولنا هي الحلقة العظف ما يتكسر ما يحصل لوش أي مشاكل عن طريق يكون عندي البونتك شوف ايش من أشر أكلوز عفو جينجايفلي كل ما خليت الكنكترز طويل غريتر هيكون الكنكترز عريض وبالتالي مش حينكسر معي عيدة مرة ثانية لو أنا عندي البونتك أكلوز جينجايفلي أكلوز جينجايفلي غريتر بيكون عندي ثيكترز عالي للبونتك وبالتالي كونكترز عالي بين البونتك وبالتالي هيتحمل أي ضغط مع أكس لو كان البونتك صغير أو قصير وهنا قصير الكنكتر هيكون كمان قصير هيحصل لي حاجة شوف كثبان أشر بيعمل لي حاجة لي بيحصل لي بيندينج أو بيحصل لي انثناء لحقي البرج إذا هو معدن أو انكسار إذا هو خزف إذن غريتر أكلوز سيرفايكلي جينجايفلي بيكون عندي هو المطلوب عندي عشان سترينج طيب ما هو الموجود عندنا في الميتل سيراميك في التركيبات في عندي متل سيراميك بهذا الشكل متل سيراميك بهذا الشكل ليش هنا جبت هذا الصورة طبعا هنا قلنا احنا تكلمنا على سماكة في البونتك وكمان هنا حتى تتكلم على بيقولك هنا يفضل أنه علشان يكون البونتك عندك يتحمل سترينج إذا كون عندي كوي يسحل حاول لقدر الإمكان تخلي عندك البونتك هذا بونتك هذا بونتك حاول تخلي كمان ثخين ثخين من ناحية السماكة مش ملاحية الطول احنا تكلمنا عن الطول احنا السماكة وما يكونش عندك المعدن إلا في visible part في lingual surface إذن كل ما كان عندك السماكة طبعا هنا قلنا السماكة في المعدن وكمان سيكون سماكة في الخزف زي منتو شايفا هنا وبالتالي بيكون عندك قوة عالية في هذه البونتك مش هيتكسر معايا مش هيكون عندك الميتال part الى lingual surface علشان ليش دائما نذكر هذا الموضوع لماذا يحطوا لو افترضت انه خليت lingual surface مش بهذا الشكل في بيشنت يعترضوا على هذا lingual surface الميتال كله يقول لك مش جمالي ولا انه مش ظاهر يقول خليه كله خزف طب لو خليته خزف ليش خلى الدكتور هنا عندي ريتين طبعا الميتال part في عندي هنا جزء بسيط هنا ليش خلى علشان لو فكر انه يحب يفوق التركيبة طيب اذا احنا تطلبنا بيكون عندي شكل جمالي تطلبنا يكون عندي cleansibility وتطلبنا بيكون عندي string ما هو تصنيف التركيبات على حسب المتطلبات اللي طلبوا هنا حتشوفوا في تركيبات لم تصدع توفر ثلاث المتطلبات توفر المتطلب واحد الثاني والثالث لا وفي تركيبات pointeck وفرط الاول والثالث وفي تركيبات الثاني والثالث حنتكلم كذا على السريع في هذه المحاضرة على تصنيف pointeck according to the shape of the injival side of the pointeck احنا قلنا في بداية المحاضرة pointeck عنده occlusal surface ما في اختلاف انه لازم يكون نفس السن الطبيعي الذي خلع من ناحية الاناتومي لكن من ناحية الجانب pointeck الملامس اللثة بيكون كل واحدة معها شكل كل واحدة معها design فهيكون عندي different group وبالاصح بيكون عندي two main group ينقسم pointeck على حسب كيفية ملامسة الانجايف side pointeck الى non mucosal contact ما يلامس اللثة وفيه معنا واحد يلامس اللثة هذا سنأخذ الاسبوع الجاي خلوا لا حفوا على non mucosal contact يعني pointeck ما بيلامس اللثة واحد يقول يا دكتور كيف هذا في الهواء ما ننس انه هو pointeck ملامس retainers و retainers يعني ما حد يقول يا دكتور كيف جاءت هذه الصورة كيف هو في الهواء ليش pointeck هو اساسا بيكون ماسك في الثة يعني ثباتيت عن طريق للثة لا هو ماسك عن طريق الاسان المجاورة عن طريق connectors طيب non mucosal contact من قسم الى قسمين قسم يسمى sanitary او يسمى بال hygienic اللي هو الصحي وفي واحد جاء modified له يسمى او تحوير له يسمى modified sanitary او modified hygienic كمان هذا hygienic وهذا المodified حنتكلم اول حاجة على sanitary لكن قبل نشوف التصنيف الميكوسل النون ميكوسل اللي هو sanitary non sanitary اما الميكوسل حنتكلم عنه الاسبوع الجاي اللي هو regilab modified regilab clinical وال ovit حين موضوع عن اليوم في هذه المحاضرة حننهي بهذا الموضوع السهل حنتكلم عن النون ميكوسل اللي هو النوع الاول يسمى hygienic او الصحي وهو sanitary هذا لماذا يسموه hygienic هو الان طبعا نحن قلنا الاصناف هذه كلها هي بتوصف لنا tissue surface tissue surface عندي hygienic لماذا هو مفكر في المتطلب الاول اللي هو cleansibility قالوا خلونا نلبي هذا المتطلب هل حيلبوه اوكي والله يلبوه لانه بقي عندك ما فيش contact وحنا في اصحاب امراض اللي ثة او اصحاب البريو دائما وابدا يعني يدخلوا معنا في حرب يقولوا انتوا دائما اذا حضرتوا السن ما تدخلوش وسط اللي ثة ان عملتوا تربريج البونتيك خلوه ما يلامس اللي ثة علشان البيشنت يقدر ينظف تحت البونتيك بالراحة عشان كده يسموه الهيجينيك اذا ابعدوا عن حقنا لثة كده يقولوا صحاب البريو اذا هذا الهيجينيك بونتيك بقي بقي نو كونتاكت ود ال مكان المخلوع مكان المخلوع ما فيش اي كونتاكت معه عشان كده يسموه ويسمى كمان سانوتري بونتيك او اللي هو بدون ملامس لل للا ايدنشو سريج لو تسمية اخرى يسموه فيش بيلي او يسموه يعني يشبه الشكل ايش زعاني في السمكة طي يجي من ديزاينين او كان في البداية يعملوا ديزاين بعد عدروا للديزاين الثاني لازم يكون لو فعلنا صورة كروس سيكشن له هذا هو حق البونتيك هذا اللي هو التيشو سيرفس ايهما افضل تتوقعوا التيشو سيرفس يكون راوند بهذا الشكل او يكون فلات بهذا الشكل طبعا احنا قلنا يتفاخروا هذا النوع انه عملية دينتل فلوس لما يدخل خيط اسنان زي ما انتم شايف في الصورة السابقة هذا هو الخيط الاسنان دخل من هذا المكان وخرج من المكان الثاني حينظف تحت البونتيك بالراحة عشان كده قال لك صح يقابل التنظيف ايهما احلى يكون البونتيك اللي تحت راوند ولا فلات هذا مرة جبته كمان سؤال في الامتحان اذا بقي راوند احلى ولا فلات نقرأ نشوف ايش قال عليه احد العلماء قال لك متى ما كان راوند بهذا الشكل اي هيكون اكثر سهولة لدنت الفلوس انه يتنظف من تحت البونتيك بينما لو بقي زي بي بيكون تيشو سيرفس هيكون عندك شارب انجلز شارب انجلز فممكن ما تدخل عندك الدنت الفلوس او ممكن تدخل معاك واذا الدنت الفلوس من النوع الضعيف ممكن تتقطع وتتمز اذا اكيد يفضل معنا ان يكون عندي التيشو سيرفس للهايجيني يكون مور راوند مش يكون فلات لماذا اذا احنا علشان نلبي المطلب الاساسي اللي هو بيكون بلاك كونترول هتعرف تتحكم في البلاك اللي ممكن يتجمع لك هنا عن طريق التنظيف بالفرشة والانتر دنتل بروش وبال دنتل الفلوس هتا قدرت تنظف under the point very easily اذا هم اللعبوا على هذا المحور اللي ومحور النظاف لكن احد العلماء عمل مدفايد له او عمل تحوير له قال انا بنخاف على قوة هذا البونتك ليش ما نخلي اقوى شوية فايش سوى بدل ما خلى التقويس هشوف الصورة كان هنا كيف هو مقوس كونفيكس بهذا الشكل هيخلي تقويسته عامل زي الكونكيف طيب ماذا استفاد هذا العالم استفاد انه هنا الكوننكترز في هذا المودفايد بقي اكبر وحنا قلنا انا اشتي كلينزيباليتي واشتي سلينك واشتي أبيرنس طيب الكلينزيباليتي في النوع الاول كان حل طيب والقوة قل لك في النوع الثاني المودفايد بقي عندي قوة لماذا بقي عندي قوة لانه متى ما اعتمد هذا الديزاين اللي شفته الان بقي زي الكونكيف بيكون عندي الجنجاب بيكون شكل زي الارش زي القوس بين رتينر و البونتك وبالتالي بيكون عندي انكريز كونكتر سايد شوفوا الاسود هذا بقي عندي سماكة اكثر وحنا قلنا نش يكون عندي سماكة اعلى في الكونكتر وبالتالي بيكون عندي اقوى وكمان لاحظوا النظاف كيف هتكون والله قد المسافة كبرت وهذا صورة حقيقية له فحيكون عندي كونكتر سايز وحيكون عندك الكلينك بيكون كمان انظف واحلى من اول هذا قابل انظاف لا هذا كمان احلى بس في عندي مشكلة بيكون عندي طبعا حيقدر ينظف احنا مختلف لاش على هذا الشي لكن بيكون عندي الاكل اساس اللي بيجمع عندي هنا بيكون عندك الاكل بيروح ويجي يهرب علي يعني لو افترضت انه هذا في اليمن تتوق وحيحبها الرجال اللي يمضغون القات او يخزنوا لا لكن هيكون يقول لك القات بيهرب علي باكالي لينجولي لعند اللسان فيكون عندك انتراب تجمع اكل مش تنقل اكل هنا ومش كذا وبس يعني تخيل الفتحة كبيرة كبيرة اكثر من 2 ملي يعني مسافة كبيرة مسافة عالية جدا اكثر من 4 5 ملي وبالتالي بيكون عنده شخص هذا تعرف ابو يمن هيكون يدخل لسانه من اللينجول وخرج من البكل من هذا النفق فيكون عنده عادة سيئة مع اللسان اللي ممكن تعمل الانوين بيشن حيكون ضايق البيشن مش هتعجب طيب البونتك هذا احنا كنا في عنده متطلب الاسستيك من هل تعتقد انه هذا البونتك زي متو شايفين بيكون شكل السن الطبيعي يعني اذا كان لو رجع شوي الورا يعني اكثر تركيبة يعني اذا كان هذا عادو عادو ما له شي يعني شوفوا عادو ما له شي البونتك شوية شكله زي فم الزي السن الطبيعي الى حد ما عاد شكله شوية اللي هو الهايجينيك اما المودفايد يعني بحكم النوقات اكل منه الفني فبقي مش باين شكله زي السن هائيا عشان كذا لما يقول لك عليه يقول اكثر واحد ما يشو شكله زي السن الطبيعي الحقيقي اذا انا انا بستخدم هذا النوع لاجي يقول لك في الامتحان في MCQ منه اكثر بونتك ما بيبي مش شكله زي السن الحقيقي اللي هو المودفايد هايجينيك اذا الان بستخدمه هستخدمه في الاماكن ما هوش مهوش ديسبلي مش هي بيظهر معانا بس اثان الوظيفة اللي هو المانديبولر مولر طيب اذا اخيرا هنتكلم هذا اللي هو A اللي هو بيكون مودفايد هذا التقليدي وهذا المودفايد اللي هو أرش بيكون مساحفة كبيرة بيكون تنقل الاكل لكن بيكون اكثر وبالتالي عندها قوة وكذا انتهينا من الجزء الاول من محاضرات البونتك هايجينيك في المحاضرة الجاية بارتو عن البونتك في عن انواع الاخرى في الميكوسلز البونتك اللي هو الانواع اللي بتلامس اللبثة